بهدف بعثرة نقاط السيطرة الروسية تسعى القوات الأوكرانية لتكثيف هجومها المضاد على ثلاث جبهات في الشرق والجنوب على أمل خلق ثغرة وسط دفاعات روسيا ففي إطار هجومها المضاد تمكنت أوكرانيا من استرجاع قرية ستارو ماريوسك بعد معركة طويلة وصعبة وهو ما عزز موقف كييف في مسيرتها نحو البحر إذ يمكنها هذا من التوجه جنوبا إلى ماريوبول للتموضع على بحر آزوف في اتجاهين أساسيين بهدف فصل الجسر الغربي للإمدادات بين موسكو والقرم لإطالة المسافة أمام القوات الروسية وإجبارها على اتخاذ مسارات مختلفة كما كثفت أوكرانيا هجومها على أوريخيف للوصول إلى مدينة بيرديانسك الواقعة على بحر آزوف أيضا وفي الشرق تتواصل المعركة الضارية الجارية منذ عام للسيطرة على مدينة باخمود حيث تحقق القوات الأوكرانية تقدما بطيئا نحو لوغانسك من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نجحت في صد هجمات في منطقة كوبيانسك حيث أعلنت تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي وأجبرت أوكرانيا على إخلاء عشرات البلدات الصغيرة كما أعلنت رصد وتدمير مسيرات أوكرانية فوق منطقة بيلغورود دون إصابات أو أضرار هذه التطورات تأتي تزامنا مع مساعدات جديدة لأوكرانيا أعلنت عنها الولايات المتحدة بقيمة 200 مليون دولار وتتضمن الحزمة الجديدة ذخائر دفاع جوي وطلقات مدفعية ومعدات إضافية لإزالة الألغام الحكومة النرويجية بدورها أعلنت أنها ستزود أوكرانيا بمنظومات جديدة مضادة للطائرات المسيرة بتمويل من حلفاء كييف خطوة تأتي لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد المسيرات التي تستخدمها موسكو بكثافة ولتسريع وطيرة الهجوم الأوكراني المضاد